السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدخلوش لي هاد الشي ماكنش واللي قل لي هاد الشي ماكنش يدخل عندي في الكومنتر يقول لي لا انا ما كنديرهاش واللي كيديرهه طبعا غدي يدخلوه يقول لي هاد حالي من حال الناس كنديره اول حاجة كنحلو كلقاو مصائب كبيرة حلز على المغرب انا شخصيا بني كنبقى نقلب تلقى بالله اليوم في هاد المدينة راجل قتل مرضو او اليوم في هاد المدينة المعلم تكرفس على تلميذة دياله اولى في هاد القرية اب قتل الابن دياله او الخال او العم او 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 في بزاف ديال المصائب حل هاد الموضوع هذا الدرجات كان بقى ويجينا واحد الرعب الرعب كبير واللي كان ما كان لاحظوهش بزاف انا كان ديره مثلا بزاف الناس انا ما كانش غير انا انا اللي كان دير كان بقى نقلب على نفس القصة شكل يخارج فيها طبعا انتم ما كلكم كتعرفو ان شوف تيفي هي الصباقة للمصائب الكبيرة اللي كتخرج لكن هاد النوع من المصائب اللي ولي نكي نشوفوه جوج مرات ثلاثة المرات هاد القصص كتتحكى في النهار وتيقلك هنا في الضلبدة او هنا وبعض الصور اللي كي يخافوش هاد القنوات كيحطوها كيتطلع غير فهد القنوات هادي وما تيخافوش تحطو صور ديال الناس وتيحكيو عليهم جيت نشوف القصص قصص وهمية او قصص كانت شحال هادي او قصص منقولة وكتتحكى بطريقة على اساس انها في المغرب هاد هاد القنوات انا غادي نقول لكم على ثلاث قنوات لقيتهم كيديروك كين فيهم اللي كان كيتبنى قضية من القضايا اللي كتكون مطروحة في المغرب بحل لك مولاة الباليزة بحل الدري اللي تغتصف طامجة لكن ما بقاتش عندهم كثرة المشاهدات داروا شنو غايديروه لو كيديروا قصص بحل قصص اللي كيقوم بها الخراز هادي قصص واقعية وجيبها من ملفات وكنعيشوها وكيحكيها لنا بوحد صرد اللي احنا كي نسرحوه معاه وكنعرفوه انها حقيقة وكنبقوا نتبعوه من البداية للوسط للنهاية مصير كل خائن ولكل مجرم وكنناخدوه منها العبرة المشكيل ديال هاد القنوات اللي يدخلوه لنا دابا بهاد الحيلة اللي ولو كيجيبوه كيدخلو لنا الرعم قد يطردو البال ودخلو لهاد القنوات وغتكتشفوه انه قلت لكم انا ثلاثة اللي اكتشفتهم يعني طبعا انا مغادش نبدال اليوتيوب تبارك الله رفيع الملايين ديال الناس كلهم حلين قنوات لكن هاد الناس معروفين اللي ما بقاتش تتقدوم القصص اللي هي واقعية الجرائم اللي هي واقعية ومع العلم انه حتى الجرائم اللي واقعية كينوضو يحكيوا بعلى اساس انه هاد الموضوع هذا انه قالت فيه فلانة الفلانة كأنهم كانوا حاضرين كانوا حاضرين في الجريمة وكانوا عارفين وعارفين الاب وعارفين علاش انتوا ما ضغيوا اللي تو موقع اعلامي عندكم الموظفين منتشرين عفا لا لكن كيخمنوا بكثرة ليب كيخمنوا في الجرائم الواقعية ولو كيفكروا كيطلعوا قصص وكيخلعونه باعه المراد هنا يا من هاد الناس باش يطلعوا المشاهدات وفعلا الى رجعتوا الى رجعتوا وقلبتوا قبل كانت عندهم مشاهدات ومن بعد تبنو حتى حمزة مونبيبي تبنوهم ومن بعد لما بردت القلية ديال حمزة مونبيبي اخدوا قصص ديال السيد اللي مات مع العائلة كلها ماتت في سلا واخدوا قصص ديال مولات البليزة واخدوا عدة امور والاغتصاب اللي كان وعدة امور نزلت المشاهدة ديالهم لان ما بقاش عندهم مش نجال يقولوا لان الناس بزاف انتبهت على اساس هادك الموضوع اللي كتحكيوا فيه الناس كلها كتفكروا كتفهم وكلي كيسمع غير بودنيه كلي كيسمع بودنيه وكيحلل بعقله وصل للموضوع ولو انه حقيقة كيفاش انتو ما عرفته وكيفاش هاد السيد وصل هاد وصلتو هاد المعلومة يعني كيسو قدك على ما تستفهم كيقدروا يدخلوا لتعاليق وتيدروا اللي كيجعل داك الشخص اللي كيبقى غير كيهضر نفس القصة كيعوده وكيكررها كيبدل بس لهدوك الناس اللي المجرمين وطبعا الاسماء ديالهم وحتى الناس الضحايا هاد الشي اللي كيبدل اما هو كيعود هاد القصة في القناة دياله ونفسها متشابهة قلت لكم كان فق الصباح كان مقلب وسألت بزر ديال الناس اللي كان عارفهم قلت دي راه المغرب راه ولا راه ولا سمجزارة جريمة راه ولا تحلبة ديال الجرائم وليتي كل صباح الناس نعسين كينعسوا في امان الله كينفقوا كينحلوا البيبان كيلقوا باب فلانترا وباب فلانترا وباب فلانترا راه هاد الشي ما منو شاي لدرجة انا صفرت المغرب وباقي سغين سمع شي قصة من القصص وما كينش هاد الشي يعني ايه بعليكم انكم توصخوا البلاد باش تاخدوا مشاهدات باش طلع لكم شوية ديال الفلوس واش هاد يرا من ضمن الاشياء اللي حرمها الله يلا جيناه بدون نحللوه فيها بدون نحللوه واش حرام ولا ماشي حرام ولا كتبلوه الناس كتخلعوا الناس كتخلعوا انفس الناس راه انسان كتتعدب لي النفس ديال وما كيبطاش يقدر يحل حتى التليفون راه ولا الناس هتقول له واش انا في كوكب هذا ولا في كوكب خور ولا فينا واش على الارض ديال المغرب ولا ارض غير المغرب واش انا عايشة في المغرب ومشاكل المغرب ولا ما عايشاش بعد مرات كي يقول لك شي واحد انا في نفس الحي ولكن ما كي نشر القصة او انا في نفس المدرسة واحد طلع كي يقول لك المعلمة قردت اسمي سوع الساس دارة ده ما كي نشر هاد شي هاد شي لابغيتو تدخلو به ديرو قصص ديرو قصص من الخيال ما في هاد شي مشكيلي لا انت تقدر تكتب قصة من الخيال وتبدأ هاملو والاخرد يلا رك عبقاري رغيم شو معك الناس بالحكس غدي بدأوا يقولوا لك الناس را كتعود ديك القصة وكتصرح لنا خيالية مع العلم ان عندك واحد الجدارة واحد الاجتهاد في هديك القصة لدرجة ان احنا صدقنا شنو كان صدقنا للك تعاود صدقنا شنو واقع ومع العلم انه خيال من قوش ندحكو على رأسنا وراه فيلم على فيلم كيتعرض هو كي يقولك هذا فيلم من الخيال او فيلم من قصة الواقع ما فيها بس هلا قلتي هاد القصة را ماش هي المغرب غدي يهتزب واحد الواقعة وغدي يهتزب ماذا حشو ما تقول الله يا عباد الله في خلق الله ارى الناس والتي تتخلع ارى الناس والتي تقصف دارها تسد عليها الباب وكتخاف وكتقول واش نصبح ولا ما نصبحش ارى الناس بدلوا القفولة وداروا قفول اخرين وكيقلبوا على القفولة يديرهم فضيرهم باش ما يهجم عليهم حد وانتم مازايدين فيه كل نهار ثلاث قصص قصة تخلعك على قصة اخرى ارا 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 اشي الي كتديروا فيه رعيب عليكم وش انتم مشتشريوا الروح دي الناس بكثرة المشاهدات ناقشوا مواضيع ناقشوا اشياء كي نادخلوا عن طلبه عاودوا شي حاجه وش مكتخافوش انتم الله وش مكتخافوش من نفسكم منتمنون و لغي حليتي قانات خفتيات موت لك قلت يارا شنون دير عراء الخراز غير كان بعض البوليسيين تطرقوا لهذه القصص ديال الواقع اللي صار في الحياة ديال الناس في المغرب و كانت حوادث هنا طلعوا تاوما ولكن عندهم مش واحد على حسب عندهم مشاهدة ولكن ماشي بحال الخراز الخراز كيدخل لنا و كيدخل بوحد الموضوع و كيدخل موضوع اخر و هي غاد يهكاك انسان شاطر عطاه الله وحد القبول باش يقود ماشي انت غالس من جرائم كانت حقيقية دخلتك تقول جرائم ما و عارف انت عند نفسك انك را انت انتصرتي الى الناس لانهم متبعين معك وحد القصة جيبة من اي مكان او قدي ما صارتش حالة دي و جبتها و قديتها و درزيلة تصويرها و حاط حدها المدير الامن و حاط حدها ايه باد الشعيب را الناس كتخاف را الناس كتخاف على وليدها و علا وليداتها و را الناس بره تقول الله غيره الناس لبره متى الناس اللي في المغرب را الازيتي تليفون عودي لهم و قلت لهم و قلت لهم قلت يقولك را اي شي مكاينش فعلا انا صارت واحد الحاجة هنا ايو لكن فيين و فين كتصار حاجة اخرى قلت لها نهار ثالث الجرائم و لا تخافوش على بلادكم را هذه تايرة وطنية را الانسان يبدأ يضرب في الوطنية دياله و را بجميع الطرق را ماشي باش يقول له را شي حاجة ماشية هاديك سياسيا را الانسان يخاف على بلاده و واش انت تبغي شي حدي يجي عندك الدار و يفكر عندك مشكل و يمشي و الغدلي يقول لهم اللا را عاوتاني الصباح تضربون تمام دارة باش نعلك الشيطان و عاوت في العشية يقول لهم اللا را شتيره هررس المرارة الدالت صباح ترى مكينينش عيب عيب الشي لي كديره را مارمتي لقل اللق يبغي لاربيه و لعبدو واش غي بغي يدخل الفلوس انت ثلاثة ديالنا اللي لقيت ثلاثة ديال القنوات ثلاثة ورجال رجال كون غي كانوا بعد عيالات نقولوا احنا يرا ناقصات و عقلين بالعكس ده برا ولو مكاملات و عقلين لا تقدرش تخرج شي وحداي الليلة درشي اراكم عارفينش كولي كتخرج دير المشاكل و الفضارة بعد دارة تم الصلح و تهنينه تهنينه و حتى ما بقوش قاع كي يطلعوا قاع بقوش كي يطلعوا يلي ولفت الخصام انا دارت لدك الجناب و الاخرين كي يدار بمعام و تقول الله شوية تقول الله فينا احنا اللي مكينينش في البلاد تقول الله هاسلا هارباط و قاعز عما هاد الناس خيبين من زينيش هاد الناس قاعز عما هاد المغاربة كلهم لني الناس تشكر فيهم و المغرب ديروا و المغرب فعلوا كي يجيشي واحد من برات يقول لك مشينا المغرب و تبارك الله و الناس كي ديرين و الليلة تغيرت لنا النظرة ديانا على المغاربة و ناس كورا ماء و كنا نسمعوا لكم هكو و مشينا القينا هكو يا نقيا و انتو بك توصخونا على الصبح كان نحلو كل شي موسخ حشو ما واش البراني ولا كي يشكر في البلاد بعد ما كان كي يعير فيها ولا منا فينا كي ينوضو غاب الفندك شي لا حقار واحد قتلات وحدانا يا واحد دارلا دورا قرد هنا و دارلا و لا تقرد غسال واش بنا دم عندوش القلب غي يهز و يقرد كتوقع بعد المسائل كتوقع و لكن ماشي ماشي كل نهار 3 هاد المرات كل مرات و كتوزع زع ما انتايا في انتايا مش كاتمشي انتايا شطموا بلتك و كتقلبت تشوف هنا وتشوف هنا وتشوف هنا وتشوف هنا كلهم زع ما تيجوا تيقولوا لك هاللي واقع كتب هاللي واقع و كتب على شي حاجة خرجت ايه نضفوا شوية اليوتيوب و نضفوا نفسكم نضفوا الاخلاق ديانا اذا اضافوا ليش حلي القناة و لا عارفوا ايش حدموا خدفوا ايش حكلوا ايش حتيوب ميمي وكاتفقتها يقولها لك راسك وكاتبدا بدك شلي حلمتي كتنطقوله او لاجبتي من شي دول اخرى او لاجبتي من شي دول اخرى او لاجبتي وحشوما ورقينا واحد القناة كتقول لك قصص من واقع الخيال هذيك على الاقل رمصرح بها قصص من واقع الخيال كتعرف راسك كتسمع عن المرات كتتباع كتسرح كتقول كيفاش هاد خيالك يعاود على هاد الشي وكيفاش وصله وكيفاش وصله وكتحس انت واش وصلك ولا ما وصلكش واش فعلا انت يحسيتي انه قالوا دخلتي انه حقيقي ولا حسيتي انه خيال هذا ايه كتعرف انه هو صرح يعني يحيد للتقليد اللي ليه يشنو ما خرجلك في ديك القصة ولا ما عارش انه يكون فيها وكتكون ضيفة هذا صراق هذا دار وده شده وده يعني للعبرة واحدة قلس كيفيق مع الصباح ما تيغسلش تعيني وكيبقى قرقر 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 قرق يجبد اللي ليك تتصاور ويحطوهم لك وانت اللي كتسمع واحد كيبارتانجي الاخر مية وثمانية وتسعين مية وستين تسعود وثمانين ميتين تلتميات مشاهدة الف كيبارتانجي الاخرى ويشد قصة يدير الصباح ويلوحا ويدير قصة في العاصر يلوحا واحدة مع الليل وهي غادي بحلكوك جاب دليل مشادث والفلوس ركا تدخل وحشوما تقو فينا الله شوية تقو في المغرب شوية كنوا وطنيين شوية خافوا شوية على البلاد خافوا على ريوزكم راه انتو مني كتجازوا البلاد للوحد اللي هالاك لدرجة كان مقنن والله العظيم كان مقنن سولتي والغاد شي مكينش منه هاد شي مكينش منه لان راه البلاد محافظة عليها الحكومة ديالا وخهم قولوا خيبين ولا ممزينش راه الناس خدا مع البلاد راه ما صاير فيها هاد شي حاجة من هاد شي كتقولوا راه بحلكت بينه بلا راه البلاد معليها باب ولا بواب ولا حريس وراء عرفوا لان طيارة غاجي ودخلوا غاي دير اللي بغيتي وهز المرز الموس وهز فردي ودير هاد شي حشوما تقو الله فينا تقو الله فينا تقو الله في ريوزكم شوية حشوما حشوما والله العظيم اللي حشوما صدوق عندهم هاد القناة شي كلا باس غادي يجي واحد النهار هاد شي كله غادي تفرش وانا كان هادر مع الناس اللي كي سمعوا اللي كي شوفوا هاد شي سؤيد فهدي عمون يدخلوا لذلك القناوات و ووووو لاتركتوا اللي انستة인데요 حج زوay صدوق انا میرا جاقم يجود ترجمة نانسي قنقر